أجمل شيء بدنيتنا عضحكم زينا العينين صباح السر محبتنا صباح الخير عفلسطين على اللي مجمعين لحباب عتغريدة أمل وحليل تذكرنا بها الأصحاب في فلسطين هذا الصباح يسعد صباحكم بكل الخير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا فلسطين هذا الصباح لليوم الثالث عشر من كانون ثاني تحية صباحية كلها الدفء ومحبة لكل متابعين دائما عبر شاشرة تلفزيون فلسطين يسعد صباحكم حمد صباح الخير ألا وصباح الخير لكل من رح ينضم لنا في مشوارنا الصباحي اليوم الأحد أهلا بكم إلى صباح جديد أكيد مليء بالعنوين والفقرات والمواضيع المتنوعة خلينا نشوفها مع بعض ألا نعم في أولى محطاتنا نتحدث عن أدب السجون ورواية خصوف بدر الدين للأسير باسم خندقجي ورح نتحدث عن تربية الطيور مع مراب بالطيور مؤيد إنجاس الذي سيكون ضيفنا في هذا الصباح وإيضا نتعرف على واقع العمال الفلسطينيين في عام 2019 ومهرجان القدس 11 للشعر والأدب والفنون في بيت لحم سيكون حاضرا معنا في هذا المشوار الصباحي ومبادرة يد تصافح الرسول للمركز الشبابي للتطوير والإبداع ورح نتحدث عن الفنان الفلسطيني والتراث وحماية الموروث الشعبي الفلسطيني من محاولات الطمس إذن فيلم رقص بطي أيضا سنتعرف عليه وكيفية إنتاج الأفلام القصيرة وهو بالطبع فيلم قصير جدا يعني لا يتجاوز الدقيقتين على الأموم قبل كل ذلك سنكون كما عودناكم في قراءة للصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم وبالتأكيد هجولة مع حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن الضفة الغربية ومدن الوطن بشكل عام وكذلك أبرز على واسم العربية ولكن بعد حاصل خاصية نعم كونوا معنا مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر 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 نجديد اليوم لاحدة الثالث عشر من كانون الثاني 2019 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة ومغبرا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر يكون مائجا هذه الليلة وأيضا تكون الأجواء ليلا غائمة جزئيا إلى غائمة وشديدة البرودة وتكون الفرصة مهيئة بطبيعة الحال لسقود زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا أما الرياح فتكون جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية أما البحر فيكون مائجا كذلك هذه الليلة نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الوطن ونبدأها من المحافظات الشمالية في القدس العاصمة درجة الحرارة بتوصل إلى 11 درجة مئوية رمالة 10 نابل 16 وكذلك طباس 15 جنين 15 تتشارك مع طباس وفي طول كرم ترتفع إلى درجة لتصل إلى 16 درجة مئوية قلقيلي 15 درجة مئوية سلفيت 11 وأريحة 20 درجة مئوية بيت لحم 11 درجة مئوية في الخليل 10 درجات مئوية وننتقل من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية بالتأكيد البداية من غزة 16 درجة مئوية دير البلح 18 وخانيونو 16 وكذلك في رفح 17 درجة مئوية من محافظات الوطن ننتقل لنستعرض درجات الحرارة المتوقعة في أبرز العواصم العربية والعالمية نتمنى لكم السلام دائماً ومن حالة الطقس إلى الصحف وجولة مع الصحف المحلية الصادرة صباح هذا اليوم التأكيد مع ألا شكراً لك محمد وأكيد نستعرض معكم أبرز العنوين الصادرة في الصحف المحلية الثلاث هذا الصباح أهلاً بكم مشاهدين نبدأ بالحياة الجديدة التي كتبت في صفحتها الأولى الأحمد الرئيس أبو مازن رجل الوفاء والتحدي والوجه الآخر لأبو عمار وأيضاً أبو يوسف محاولات شطب القضية الفلسطينية ستتحطم على صخرة صمود شعبنا ووحدته الوطنية أيضاً في خبر آخر كتبته الحياة الجديدة على صفحتها الأولى الحلو الحوار جار حول بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي مع الأطراف التي قدمتها للتعديل حيث أعلن المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو أن المؤسسة ستعقد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الوزارية والمشاركين في الحوارات السابقة وممثلي كافة الجهات التي قدمت اعتراضات على بعض بنود القانون أيضاً في صفحة الأولى غزة شيعة جثمان الشهيدة أمل التراميسي ومستوطنين أصابوا عدداً من المواطنين جنوب الخليل نبقى في الحياة الجديدة وآخر خبر حيث كتبت أيضاً إصابة سبعة مواطنين في مواجهات مع الاحتلال بيرام الله وكذلك في الحياة الجديدة وزير العدل يحمل احتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك ويدعو لإنقاذ حياته ننتقل من الحياة الجديدة إلى الأيام التي كتبت في صفحتها الأولى لاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله ووقوع إصابات وتحت هذا العنوان أيضاً كتبت الأيام مستوطنون يعتدون على أهالي بلدتي برقة ويطة نبقى في الأيام وعلى صفحتها الأولى أيضاً لاحتلال ينذر خمسة عائلات مقدسية بإخلاء منازلها في الشيخ جراح قبل الثالث والعشرين من الشهر الجاري لصالح مستوطنين وفي الأيام أيضاً كتبت فتح معبر رفاح اليوم أمام العالقين بالجانب المصري فقط هذا كان أيضاً خيراً وفي آخر ساعة كتبت الأيام على رأس الصفحة الاحتلال ليشن غارات جوية وقصف مدفعي شرق غلزة من الأيام ننتقل إلى القدس التي كتبت على صفحتها الأولى الحسيني توصية للجنة التنفيذية للاستعانة بخبراء في القضية تحت هذا العنوان الفرعي كتبت القدس أيضاً العليا الإسرائيلية تشرع بناء خمسمائة وحدة استيطانية في الشيخ جراح وخبر آخر أيضاً على الصفحة الأولى للقدس عريقات والصفض يبحثان التحرك لكسر جمود العمليات السلمية وفي القدس أيضاً خبر آخر حول مسيرات العودة حيث أن خمس هذه المسيرات من الأطفال وفي الصفحة أيضاً الأولى للقدس القصف الإسرائيلي لدمشق دمر طائرة شحن إيرانية تحمل أسلحة وفي الصفحة الأخيرة للقدس كتبت المستقبل اللبنانية تتوقف عن الصدور ورقياً في أول شباط حيث ستتحول إلى جريدة رقمية بالكامل بسبب التحولات التي تشهدها صناعة صحفية في لبنان والعالم وإلى آخر خبر في الصفحة الأخيرة في القدس أيضاً الشعور بالتعب عند الاستيقاظ علامة مبكرة للإصابة بالخرف حيث حذر خبراء من أن الشعور بالتعب والاكتئاب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف كما أن ليلة النوم السيئة تعد علامة خطر حمراء لمرض الزهيمن بهذا الخبر نختم معكم جولتنا في الصحف المحلية صادر هذا الصباح نعود لمحمد ونستكمل محطاتنا كونوا معنا مشاهدين شكراً ألا ومع هذا الخبر يعني لازم شوي نركز وممكن نكون خايفين يعني لما نصحوا من النوم يكون في تعب ممكن هذا دلالي على الخرف نعم اللي هو أكيد يعني مرتبط بمرض الزهيمن تمام إن شاء الله نتمنى دايماً السلام إلى الجميع ولكن أنا خايف شخصياً يا سيد صباحك وصباحك مشاهدين العزاء أكيد صلاح الخير مرة أخرى من جديد وخلينا نستعرض مع بعض جدوى الألبث وبرامجنا لهذا اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين نتمنى صباحكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا فيكم في وقفتنا اليومية اللي رح نتعرف فيها على برامجنا الجديدة والمنوعة خلال دورتنا البرامجية رح نحكي عن برامجنا اللي رح تنعرض على شاشتنا لليوم فلسطين حضرت ولا تزال في أدب العرب وثقافاتهم ونشطاتهم الفنية سينما، مسرح، رواية، شعر، صحافة وغيرهم برنامج فلسطين في عيونهم بوضح لنا صورة فلسطين في عيون فنانين ومثقفين وإعلاميين عرب البرنامج يبث بواقع ثلاث حلقات أسبوعيا من القاهرة عمان وبيروت اللي حيكون معوض عرضه اليوم ساعة 11 ونص صباحا جالت القنوات العربية في لقاءاتها وحاورت عددا كبيرا من الرؤساء والسياسيين والفنانين والإعلاميين والمثقفين أول فلسطيني أعتقد قبلته حقيقة هو محمل داريش وقت ناجي بمحفوظ أخذ جائزة تابل كنت أنا عم ببدأ بحية اليوم فانتفض وقال لي أنا اسمي ياسر عرفاتيان والحي الأرمني بريده بالقدس أريده القدس إذا قدر لجزال خوري أن تزور فلسطين بحب زور رمالة لأنه في شارع بيقسم ساميرو بيقولي إنه كتير حلو هيدا الشارع لأنه هنا ساعة عن القضية الفلسطينية في المدرسة صار في تلاشة بالموضوع الفلسطيني بالإعلام العربية قولي للفلسطينيين ما بعرف بالفلسطيني مسألا بقلللهم آخر جملة مش عارفة مش عارفة مش عارفة إيش دا أقول مش عارفة إيش دا أقول قالت لي هيدا فلسطيني وعنده قطية بكنافة بدأي رموت وإم اللطف عم نكلم سخم أنا لقيته سخم أكلي غزيعة لقيته طيبة بشكل مش طبيعي أنا عيد الماروني البتجوز فلسطيني يا ويلك يا جزائي يعني نمزه أحنا نجم يحسنه حالا بيعلمه فكرة جديدة طلعت فيها تلفزيون فلسطين أجندة أسبوعية بنعنا عنها كل يوم أحد بنوضح فيها أهم الفعاليات خلال الأسبوع القادم تحت عنوان لوين رايحين يأتيكم مشاهدين الكرام اليوم ساعة سبعة ونص مساء ترجمة نانسي قنقر 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 نهاية الاقتصاد الوطني بنرافق أفراد الضابطة في تحركاتهم واقتحامهم أو كار المتلاعبين بالسوق ببضائع مهربة أو مزورة أو من تهية الصلاحية وملاحقة اللي بتاجروا بصحة المواطن الفلسطيني رح يكون على ششتنا اليوم الساعة 4 عصرا اشتركوا في القناة جهاز الضابطة الجنوب هيك بنكون وصلنا لختم فقرتنا التعريفية العرضنا فيها بعض البرامج الجديدة والمنوعة متمنى لكم يوم جميل و لطيف مشاهدين الكرام و يسعد صباحكم و شكرا لكم زملائي أسهلا فيكم من جديد مشاهدين أكيب الرحب بكل متابعين في هذا الصباح و نستكمل معكم محطاتنا الثابتة و المنوعة لكن بعد فاصل قصير كونوا معنا كونوا معنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا سيد صباحكم من جديد في اولى فقراتنا من هذا الصباح سنتحدث عن رواية خصوف بدر الدين وتحديدا هي رواية من ادب السجون طبعا احنا نتحدث عن رواية للاسير باسم خندقجي وهذه الرواية تصنف من فئة الرواية التاريخية والتي مزجت بين التاريخ والخيال صحيح هذه ليست الرواية الاولى للاسير باسم خندقجي الذي قدم اعمالا شعرية وادبية سابقة والحقيقة يعني هذا يجسد الفعل المقاوم من داخل سجون الاحتلال السرانة الذين هم خالدون في ذاكرتنا لكن هم ايضا من خلال هذه الاعمال الادبية يقدمون رسالة واضحة من خلف القطبة وهو معتقل منذ 14 عاما صحيح ومحكوم بثلاث مؤبدات نعم اذا نتحدث اكثر عن تفاصيل هذه الرواية مع ضيفنا الذي ينضم الينا مباشرة من ستوديوهاتنا في نابلس سيد خالد خندقجي وهو عم الاسير باسم يسعد صباحك صباح الخير يسعد صباحك وصباحك كل شعبنا على عمددات الوطن اهلا وسهلا فيك سيد خالد ونبارك طبعا لكم هذه الرواية ونبارك لنا جميعا الحقيقة لكل الشعب الفلسطيني على هذا الانجاز وهذا الارث الأدب السجون هذه الرواية سيتم اطلاقها في معرض بيروت الدولي للكتاب حدثنا بداية عن ردود الفعل التي رافقت هذا الاطلاق طبعا تم اطلاق الرواية في معرض بيروت الدولي بشهر 12 بشهر 1 2 1 وهي الرواية الخامسة أو المولود الخامس لباسم طبعا كان هناك حجد كبير من رواد الثقافة في لبنان وأشرب على اطلاق الرواية هو الكاتب اللبناني طلال شاتوي والنائب في البرنامان اللبناني فيصل كرام والإعلام الزاهي وهبي وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكان لها صدى على مستوى المعرض وعلى مستوى أغداد المستوى العربي كوهن رواية تكتب تاريخيا من الأسير فلسطيني محكمه 14 عام داخل سجون الاحتلال نعم يعني سيد خالد حين نرى الأسير الفلسطيني يخرج من عتمة الزنزانة إلى شخصية الشخص المتصوف وإلى النور وإلى التسامح والحب في الشخصية التي جسدها طبعا في الرواية والتي جمع فيها بين الخيال والتاريخ فهنا نتحدث عن خصوصية جميلة لأدب السجون حدثنا أكثر عن هذه التفاصيل الموجودة في طيات الرواية طبعا أن يقوم أسير فلسطيني أو ماطق الفلسطيني داخل السجون بكتابة رواية برؤية تاريخية فهذا من النوع الممكن يكون صعب لأنه يعيش بإنعزال داخل السجون ويعيش في عزلة تامة لا يكون هناك مراجع ولا يكون يحضر هذه الحقبة التاريخية أن يكتب رواية بعمق تاريخه هذا شيء رائع جدا على مستوى الثقافة وعلى مستوى الكتابة بالإضافة أنك أنت تتحدث عن شاب في مقتبل عمره يعني ما كان له العلاقات القوية أو المجالات القوية في أن يطلع على مراجع تاريخية أنا اتفاجأت جدا في رواية خسوف بدل الدين أن هناك 15 مرجع تاريخي تم اطلاع عليها يعني هذا يؤكد على أن تكون فلسطينيا يجب أن تتحدى الزنزانة وتتحدى السجان أن تكون أسيرا فلسطينيا يجب أيضا أن تحلق خارج الوطن سماء الوطن أن تخرج تطلق تطلق عناءة تطلق كل ما تملك من أجل أن تثبت للعالم العالم بأجمعه أن الأسير ليس مجرد رقم هو إنسان مبدع وقارئ وكاتب وشاعر وهو إنسان يستطيع أن يخرج بأجمل ما يملك نعم سيد خالد يعني عندما نتحدث عن هذا الفعل كفعل مقاوم وليس فقط على المستوى الأدبي نتحدث عن الارتداد النفسي لهذا الاحتفاء بهذه الرواية لهذا التلقي ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العربي وهذه الإشادة أيضا من رموز سواء من النواب اللبنانيين وأيضا من الإعلامي الكبير زاهي وهبي كيف ينعكس كل ذلك على نفسية وحياة الأسير باسم خندقجي داخل سجون الاحتلال طبعا برواية خصف الدين الإهداء الأول تم لروح والد الأسير باسم لأنه هو طبعا توفي والده وهو في المعتقل لما عارف باسم أعتقد لما عارف باسم أنا طبعا ما بزوره بس أخوته ظروف لما عارف باسم بالنجاح وشاف تقارير الصحفية وخاصة تلفزيون فلسطين وشو صار طبعا تملكه شعور الانتصار شعور القوة شعور ما إذا بيوصفه لأهله أنه قديش كان مبسوط جدا أنه وصلت الرواية طبعا الرواية الرواية لما خرجت من السجن هي خرجت لقطاع غزة مع أحد الأسرى المفرج عنهم ومن غزة طلعت على القاهرة ومن قاهرة طلعت على العمان ومن عمان أدت إلى فلسطين يعني لفت تلت دول منشان توصلنا وتخرج بالتكتيج تبع هذا نعم يعني حين نتحدث عن أي عمل أدبي خاصة حين نتحدث عن الرواية التاريخية فنحن نتحدث عن فعل على أرض الواقع لأنه يقدم معلومات جديدة يقدم رصد جديد أفكار جديدة وبالتالي حين يكون هذا الفعل من أسير مسجون محاصر داخل زنزانة كيف ينعكس أيضا ذلك على حياة الأسرة حين يعرفون بهذا النتاج الأدبي الذي خرج من السجون أو حين يعرف المحتل أيضا بأن الأسير صحيح كان داخل زنزانة ولكن هذه الزنزانة لم تمنعه من أن يفكر ويقدم نتاج فكري يقرأه كل العالم طبعا أنا بالبداية حكيت أن الأسرة ليس مجرد أرقام الأسرة هم الأسيرة المقاوم والكاتب والشاعر بالإضافة إلى باسم هناك كتاب أيضا هناك كتاب كثيرون في الأسر هناك كتاب كتبوا وما زالوا يكتبوا وأصدرنا عدة روايات لأسرة داخل السجون وهناك أسرة كانوا أميين تعلموا داخل السجن أولئك الأسرة كتبوا ثلاث أربع روايات وكان لما تخرج الرواية وتنتشر على مستوى العالم الأسير كأنه طيرا حر يرفرف في سماء هذا العالم يرفرف في سماء فلسطين في سماء الأردن في سماء الدول العربية لأن الكتب الأسرة كانت تصل إلى معارض العربية بالرغم من القيود التي يشهدها في إخراج الرواية والعذاب الذي يخرج بإخراج الرواية من السجن وأيضا كمان التعقيدات للاحتلال لما كانوا نشوفوا أن أسير يخرج الرواية يتعرض لأسير هذا إلى المضايقات من قبل الاحتلال يتعرض إلى سحب الأقلام، سحب الدفاتر يتعرض لشغلات كثيرة خاصة عندما يعرف الاحتلال هذا الحكي في الأدب الأسرة هناك أسرة مبدعين هناك أسرة قادة في عمالقة في الثقافة والأدب والشعير والعب نعم، سيد خالد بالفعل عندما تحدث عن هذا الإنجاز الحقيقي للأسير هذا رغم كل الظروف التي يضعها فيه سجنوا لكنه يثبت أنه حر بفكره وبإنتاجه لكن عندما نتحدث أنه كيف يقوم الأسير باسم خندقجي بإثراء معرفة الأدبية والتاريخية من خلال القراءات خاصة أنه سابقا هو أيضا أو يأتي من عائلة ذات بعد ثقافي ومعرفي ونعرف أكيد مكتبة العم صالح في نابلس الشهيرة كيف أثر كل ذلك على شخصية باسم وتوجهاته الأدبية بداية باسم هو من صغر سنه من عشر سنوات وكان عمره عشر سنوات وهو مطالع فأول كتاب قرأوا باسم وأنا أتذكر اللي هو لنهاية رجل الشجاع على حنمينة هذا الكتاب لفت انتباه الصحفي سميح محسن وتساءل طفل صغير عشر سنوات بقرأ كتاب فأجرأ أيامها حديث صحفي معاه وسأل عن الرواي وأعطاه أجوب باسم باسم أنشه الظغر وهو مطالع ساعدته بالمكتبة اللي نمتلكها نحن في أنه يكون له وضع ثقافي خاص شارك في جميع النشاطات المدرسية شارك في جميع أسس مجلات داخل مدارس لغاية قبل ما يعتقل كان هو سكرتير كتلة اتحاد الطلبة التقدمية بجامعة النجاح وهو من المشرف على جميع المعارض الثقافية اللي تمت في الجامعة فمن هنا أنشأ له الوضع الثقافي نشأ له التنمية الذاتية هو نمى ذاته ولما اعتقل ولما تم اعتقاله كان بصراحة نحكيها كان يغلبنا في أنه نجيب له الكتب يطلب مننا كتب مش موجودة فرسطين نستدعي نضطر نجيبها من الخارج من لبنان من سوريا هذا ندخله إياها بدأ بكتابته بمقالات وهي مقالات شعرية ومقالات المرأة ومقالات سياسية وطور وكان أول إنتاج لباسم خندقجي هو ديوان الشعر الأولى رقوس المرأة الأولى واستمر باسم في إنجازات وداخل عتمة السجن ومن الغرف الحديدية واستطاع أن يخرج ديوان أنفاس قصيدة ليلية وبعدها هناك الرواية التاريخية الأولى له التي تتحدث عن الخزران والدة خارون رشيد كيف سميت من اليمن إلى الكوفة وكيف تزوجت أمير المؤمنين وكيف كان لها تأثير في الحكم العباسي هذه الرواية أيضا هذه من أهم الروايات التاريخية والذي يكتب التاريخ ما أعتقد أنه يكون وتسامح فاطلاع على أنك تقرأ التاريخ وتكتب بشكل روايه على مستوى العالم العربي أو على مستوى الكتاب موجودين في العالم العربي هناك ثلاثة كتاب أو أربع كتاب كتبوا التاريخ بشكل روايه نعم سيد خالد حين نتحدث عن رواية تخرج من داخل الأسر لأسير معزول وموجود داخل سجون الاحتلال وبالتالي نتحدث عن خصوصية أيضا في الجهات التي تتعاون أيضا مع الأسير نتحدث عن الطباعة الدار النشر نتحدث أيضا عن تصميم الغلاف أيضا المقدمة التي تكون في بداية الرواية ونحن نعرف أن إبراهيم نصر الله هو من كتب في الغلاف لغلاف الرواية وبالتالي خليني نتحدث عن هذه الجهات التي تعاونت معكم طبعا أحنا أولا نقدم شكرنا نقدم شكرنا لأستاذ إبراهيم نصر الله نقدم شكرنا لأمحمود شقير لكل الكتاب والصقاف والعرب أولئك الذين أعطونا الدعم وأعطونا الدعم المعنوي طبعا أنا أحكى الدعم المعنوي الذين استمروا معنا وكنا على اتصال دائم معهم بنساش كمان زاهي وهبي الذي هو تبنى قضية الباسم من بداية من 2010 هو الذي استطاع أن يخرج ديوانه الأول للنور كمان في الطباعة وإخراج الرواية هناك مشاكل عديدة تواجهنا في الغلاف التصميم في الطباعة وأيضا كمان احنا شكلنا صندوق الأسير باسم خندقج لدعم الحركة العديمية داخل السجون ولكن للأسف أغلقنا الصندوق هذا لعدم التواصل معنا وتكبدنا خسائر فادحة واضطرنا نسكل الصندوق هذا ونبدأ بأشي خفيف جدا احنا كمان لما نوصل لمرحلة الأغلفة ومرحلة الطباعة والجودة بنحاول نخرج شيء رائع للأسير برغم أن هناك بعض المرات تكون أخطاء إملائية تبقى خارج عن إرادتنا ولكن الأسير مجرد أن يخرج كتابه بغض النظر أن يكون هناك أغلاط إملائية بغض النظر أن تكون الرواية هذا هو ينجح ويفتخر ويكون حرا طليقا لحظات السعيدة التي يعيش الأسير الفلسطيني بروايته عندما يعرف أنها خرجت للسوق والناس شفتها لحظات سعيدة جدا 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 لا توصف نعم سيد خالد فعلا هذا إنجاز نفخر به جميعا وهذا إثبات على أن الأسرة أحرار بفكرهم وبروحهم وبعقلهم حتى لو تم اعتقال الأجساد لكن بالفعل هذه هي الرسالة التي تستمر وهذا هو الإرث الذي يتواصل شكرا لك وكل التحية لكل العائلة شكرا لك وشكرا للنقشة عنا الفلسطيني شكرا للتلفزيون الفلسطيني لا تح لنا أن نتحدث عن شيء ثقافي موجود عنا في فلسطين شكرا لك طبعا هذا واجب وفي هذا الصباح نوجه طبعا كل تحية الفخر والاعتزاز لأسران البواسل داخل سجون الاحتلال وإن شاء الله الفرج القريب وهذا بذكرني في طبعا مقطع من أغنية شهيرة لفرقة العاشقين حبستوا جسم البطل بس ما حبستوش الروح وهذا دايما ما يعكسه الأسرة والحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال مشوارنا الصباحي مواصل ألا نعم ومستمر ننتقل الآن إلى زملتنا لانا عرار في تقرير حول ورشة عمل عن العلاج الباتي صباح الخير أولكم زملاء محمد وألا ويسعى صباحكم مشاهدينا من المعروف أنه جسم الإنسان بمتلك قدرة مذهلة على العلاج الذاتي تلعب المشاعر والأفكار دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان حتى تحفز قوة الشفاء الذاتي بالأفكار الإيجابية واللي بتغنينا عن زيارة الطبيب عند الشعور بأي وعكة صحية سواء كانت جسدية أو نفسية الأهمية هذا الموضوع نحن اليوم متواجدين من مركز كايزن للتنمية والتدريب اللي بتعقد فيه دورة للعلاج الذاتي لنتعرف أكثر على هذا المفهوم وهميته والعديد من المحاور بسعدني أني أستضيف الأخت ريناد البجة مديرة مركز كايزن للتنمية والتدريب يسعى صباحك صباحك حبتي أهلا وسهلا فيكم تحدثينا بالبداية عن مركز كايزن للتنمية والتدريب وطبيعة الدورات اللي بتقوموا بالعمل عليها مركز كايزن للتنمية والتدريب هو مركز قائم من ثلث سنوات ويقدم لكم العديد من الدورات بمختلف مجالاتها منها الإدارة والتجارة والأندسة ولدينا مختلف الفئات العمرية في دورات مختصة للصغار في دورات مختصة للكبار لطالبات الجامعات لأصحاب الأعمال كل فئة لها دورة مختصة فيها في المجال اللي بترغب فيه يعني لو نخصص الحديث عن ورشة أو دورة العلاج الذاتي طبعا العلاج الذاتي شي مهم ويش جديد من مجتمعنا نحكي عن هاي الورشة كأهمية كاستهداف للفئة أي فئة مستهدافة صحيح دورة العلاج الذاتي هذه الدورة عقدت لأول مرة حصريا لدى فلسطين ومركز كايزن خصيصا أول مرة بتعقد في رام الله بناء على طلب المتزايد من المشتركين علما أننا عملنا العديد من الورشات بمجال العلاج الذاتي وبناء على طلب المشتركين وماذا إقبالهم وفائدتهم من هذه الورشات وبحمد الله تعالى قرر المحاضر الدولي دكتور عصام جمعة خبير التنمية الذاتية والإدارية بعقد دورة لأول مرة بإنوان العلاج الذاتي نظرا لهذه الدورة وأهميتها والمعلومات الزخمة اللي فيها طبعا زي ما تفضلت انتحكيتي إن إحنا ممكن نتوجه لها إذا ما بدنا نروح على الطبيب هي دورة مكملة وليس بديلة عن العلاج الطبيعي العلاج الذاتي هو علم مليء ولديه كثير من المجالات كل مرة كنا نعقد فيها ورشة العلاج الذاتي كان يجيها إقبال أكثر من الأول وزي ما حكيت لك بناء على طلب المشتركين كنا إن ظلنا نعيد إلها لما تحمله من مضامين وأهمية طبية الآن في البيت ممكن أن أنت تشوفي حدا بعاني من مرض السكري مرض الضغط من الإنفلونزا هذه الأمراض المتداولة بيننا في أي بيت لا يخلو منها هذه الأمراض فكانوا المشتركين يحصلوا على هذه الطرق والعلاجات البديل المكملة عفواً ويروح يطبقوها منهم من طبقوها على الأهل منهم من طبقوها على الأصدقاء وكانت نتائجهم وانتباعاتهم عن هذه الدورة تعطي دافعية إننا بجد بحاجة لمثل هذه الدورات تعقد بفلسطين شكراً إليك أخت ريناد وخلينا هلأ نحضر شوي من بعض مقططفات الورشة أو الدورة التدريبية عن العلاج الذاتي مع الدكتور عصام جمعة خبير التنمية والتدريب الإداري والصحي طبعاً إحنا بنشتغل مثلاً على هذه النقاط مثلاً هذه النقاط إحنا بنشتغل على نظام اليد اسمه نظام اليد طبعاً شيء ما عنده مشكلة في الأكتاف وما بين الأكتاف طبعاً أكتاف الإنسان بيجو نقاطهم هون بهاي النقطة بالذات ومقاط ما بين الأكتاف تيجي بهذه النقطة أو نقطة الثانية موجودة هون إحنا طبعاً بدون ما نستخدم كل هاي الأمور ممكن نروح على النقطة بالإيد هاي منطقة الأكتاف بمجرد ما نضغط عليها إحنا بس هذه هيك طبعاً نلاحظ إنها هي موجوعة جداً طبعاً نسبة الضغط مش كتير كبيرة يعني هي جداً جداً بسيطة هلا إحنا لو حاولنا إذا بتحب بتحب نطبق عليك تشوف كيف النتيجة إنه هادي مش هتشعري بأي وجع فإنه بمجرد مطة هلا هي حالياً عندها مشكلة بالكتف هلا ما بين الأكتاف لو اشتغلنا عليها بهاي النقطة نشتغلها إحنا بالرول العلاجي أو بالقلم هذا فهذه النقطة إذا إحنا اشتغلنا عليها بسير في عندها وجع شديد أو المنطقة هاي لكن هي ما عندها ما بين الأكتاف أو بين الكتفين مشتغل بس على منطقة الأكتاف لازم الشخص يعني يكون عارف شو هو موجوع أو مكان الوجع حتى يحكي لها هلا لما يجيني شخص يقولي أنا عندي مشكلة معينة هو بشخص حاله بحاله لكن في بعض الحالات لما يكون مثلا عنده مشكلة في الرأس صداع كذا هو مش عارف يشخص حاله طب إيش مشكلتها لازم يعمل أوشي فحص أو هو عامل فحص من زمان بس مش عارف شو السبب إذا السبب معروف بنشتغل على السبب نفسه يعني مثلا أنا وجع راسي صداعي من ضغط الدم المرتفع فبالتالي أنا بروح على نقاط الدم المرتفع وبعمل على تخفيضة ما بروح على نقطة الراس وبحاول أهديها لأنه مشكلة الراس نفسها هي جاي من الضغط الدم العالي فالحمد لله إحنا هذه الأمور اللي عملناها نتيجتها بتكون ما بين 3 إلى 5 دقائق بالنسبة للأوجع بالنسبة للأمراض أيضا بلاقوا نتيجة لكن تحتاج إلى أسبوع أسبوعين طبعا أنتوا لو عملتوا جولة بين الطلاب رح يحكو لكم كل واحد منهم في عنده على الأقل تجربة واحدة صارت بأهله أو محيطه أو أصدقائه طبقوا التقنيات والوجع أو المرض صراحة فيه منه زال تماما وفيه شي خف كتير كتير زي ما حكينا بس طبعا لا زي ما حكينا بسبب الأمراض ما بيصير أنه إحنا نلغي الأدوية الأدوية لازم تظل موجودة بس الطبيب هو بيحدد أنه يتقل أو لا شكرا لك دكتور عصام جمعة المحاضر الدولي والخبير في التنمية الذاتية والإدارية خلينا نشوف انطبعات بعض المشاركين في هذه الدورة اسعى صباحك نور سهلا وسهلا فيكم يا رب يعني رح أسألك كمان شو انطبعك عن هذه الورشة وكيف استفدت منها الحقيقة أحبب أبدأ في آية قرآنية اللي هي وفي أنفسكم فلا تتفكرون هلأ علم الريفليكسالوجي الصراحة كان من أرواع الدورات اللي أخذتها اللي نحن تعلمنا فيها كتير تقنيات عملية كيف نشتغل على اليد وعالقدم كيف نضيع أوجاع معينة أو أمراض معينة كمان هي بتشتغل على الحالة النفسية فإحنا هيك بهذه الحالة بنعمل زي علاج تكاملي يعني جسدي ونفسي من خلال طبعا عند التقنيات معينة هلأ الجميل فيه أنه ممكن نطبقه في أي مكان يعني لو أنا في مكان مثلا في العمل عندي ضغوطات أشياء معينة ممكن أطبقها في أي مكان لأنه فعليا ممكن بس على اليد أعمل تقنيات هاي كمان بتساعدنا إنه ممكن إحنا نفيد أنفسنا نفيد غيرنا في هاي العلاجات نشوف أحد الصبايا اللي كمان استفادوا قبل شوي تحكيلي نتعرف عليك في البداية شيما عبد ربو من القدس أهلا وسهلا فيك يعني جاي من القدس حتى تحضري هاي الدورة شو الإشي اللي استفدتي من خلال هاي الدورة وهل أول مرة بتشاركي مثل هيك دورات؟ حب الفضول هو اللي خلاني أفوت هاي الدورة أنا كنت أسمع عنه العلم ومرة قرأت كتاب بتعلق بالرفلكسولوجي ولكن ما طبقته يعني ما جربت الإشي من خلال الدورة تعلمت كيف إنه أطبق الإشي على المستوى الشخصي ومستوى الأقارب والمحيطين يعني وجربتوا على ناس كثير كثير ساعدهم وتحسنوا على الرفلكسولوجي يعني سواء العلاج عن طريق الإيد أو عن طريق القدم بالإضافة فيه أشياء كثير تعلمناها بالدورة على الصعيد الشخصي اللي بتتعلق بالمشاعر السلبية اللي بنمر فيها والطاقات السلبية اللي الإنسان بعيش فيها وكدير ساعدنا أن ننفرغ هاي الطاقات تعطانا كثير تقنيات كيف نفرغ هاي المشاعر السلبية من خلال التخلص من أفكار بتسيطر علينا لأنه الأفكار دائما بتسيطر على الإنسان وكيف إننا نحول هاي الأفكار لإشي إيجابي كيف إنه نتخلص منه ونفرغ هاي الطاقة السلبية بتقنيات معينة طبعا فيه كثير كتب عن هذا الموضوع بس أنا عن جد بنصح يعني كد ما تكرع عن هذا الموضوع صعب تفهمي إلا إذا أخذتي مع إنسان مختص بالإشي وجه لوجه وجربتي الإشي لأنه هو علم بده تجربة يعني إنه مش بس نظري العملي فيه بيفيد أكثر من النظري كشيماء وخلينا ننتقل لأحد المشاركين في هاي الدورة يسعد صباحك وتعرفنا على حيلك اسمي أحمد زعرور من كرة مدينة قلقيلي أهلا وسهلا ياهلا فيكي أنا بعالج بالحجامة وأحجار الساخنة ولفحات الهواء يعني دخلت في الطب اللي هو التكميلي آه التكميلي هو ليس بديل لأنه ما يعني معروف إنه الحجامة إشي بديلي مية بمية هلا هو بكفي إنه كمان طب نبوي طيب أدي يعني استفدت من من هذه الدورة وأغنيت فيها معرفتك وطبعا أنت بتمارس هذا العلاج أدي استفدت منه أنا أصلا كنت بحاجة لهيك إشي لأنه يعني ممكن الحجام إنه مثلا ما تعالج إشي معين وجع معين أنا أعالجها بثلاث أربع دقائق مباشرة هلا أنا أول واحد طبقت عليه والدي كانت ما تنام من إيدها يعني من جرد ما تجي تنام تلف حالها ما بتقدر تحركها بمرة بلشنا معها بالعلاج في خلال أربع دقائق أكلفت إيدها يعني بنفس الليلة ونامت إيدا دعيلي الحمد لله طب فرجينا الطريقة اللي هي كانت العلاج هون كان هون الوجع كان عفوا موصل الكتف آه الكتف في علم في نظام اليد اللي هي في الأصبع الزير في بدايته من هون من فوق من هون يعني بلشنا هون نحفزها بالخاتم في الطريقة هاي وبعدين جبنا اللي هي فيه عشب اسمها المكسة آه ومرنا عليها يعني خلال ثلاث أربع دقائق كان العلاج مختفي يعني اللعفوا الوجع مختفي يعني مع استخدام هذا العلاج فيه كمان أعشاب ممكن أنها تكون تكملية لعدة الوسائل بنستخدم بكفي أنه ما فيه دواء في العلاج يعني وطبعا ما بنفع يوم يوم لأنه يعني ممكن يوم بعد يوم وممكن يوم كمان بعد يومين عساس أنه هو علاج يعني جلسات يعني ممكن الإنسان يحتاج من أربع لتنشر جلسة عشان يتعلاج مش شرط أنه العلاج كامل يعني يعني ممكن مش من أول ها كمان أول مرة بالضبط مية بمية وبختفي الوجع؟ بختفي الوجع أكيد يعني ما برجع لأيام الجاية؟ آه هي بكتما آه هلأ أشوفي ممكن أنه فيه في حال لحسب عمر الشخص واهتمامه بصحة مهم مهم هلأ في حالة أنه فيه التهابات يعني أنه ما ما زبط العلاج منفحص إذا فيه التهابات في الأول بعد أن منكمل في العلاج هلأ أنا حكت لها مش رح ألمس أي شيء فيك أن تشوف إذا فيه التهابات هلأ اتطمنت ما فيه التهابات بلاش معها في العلاج طب هذا العلاج ممكن يفيد الحالات اللي عندها حالات خاصة أو إعاقات خاصة مثلا زي شلال ممكن يفيد هاي الحالات؟ الشلال يعني الطب نفسه يعني بده كثير جلسات كونه هاي الوسائل بتركز على الخلايا أو الأعصاب آه أكيد هي بتساعدوا يعني أصرا الشلال بده مساج طبي كمان غير أنه بده علاج رفلكسولوجي بس ممكن نلجأ له آه طبعا أنا في حالي عندي بلجأ لها فيه ولد صغير يعني كان نقص أكسجين في الدماغ عنده وصورت أمشي معاه في علاج هذا جميل آه بدل ما هو يتوجع في المكان اللي هو مثلا في رجله عنده شد عصب في رجله صورت أنا عن طريق إيده على الجو آه آه بنشكرك ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا اللي أحكينا فيها عن أهميات ومفهوم العلاج الذاتي في مجتمعنا الفلسطيني أكيد آه خلينا نرجع إحنا وياكم لأستوديوهاتنا ونكمل معاكم مشوارنا الصباحي يسعى صباحكم شكرا لزميل الألان عرار على هذه المادة وأيضا هذه المفاهيم الجديدة التي تعرفنا عليها مشوارنا الصباحي أكيد فقراتنا مكملة وفي هذه الفقرة رح نتحدث عن تربية الطيور ألا؟ صحيح تربية الطيور هواية جميلة جدا لكن إلها تفاصيلها وإلها عقباتها فيما يتعلق بالاستيراد والعناية بالطيور نتحدث عن هذه الهواية لمربئ الطيور مؤيد إنجاز مرحب من داخل الأستوديو أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم سعد صباحك وأنت أيضا عضو في الجمعية الفلسطينية لعلم الطيور صحيح بداية خلينا نتحدث عن مفهوم علم الطيور إذن تربية الطيور هي علم بالآخر خلينا نتحدث عنها وكمان نتعرف عن الجمعية الفلسطينية لعلم الطيور أولا بحب أشكركم على هذا اللقاء الجميل واستضافتي ويسعد جميع المستمعين في هذا الصباح أولا مبدأ أو مفهوم علم الطيور يختلف عن تربية الطيور العلم لأنك بدك تدخل في الجينات وكيفية إنتاج أصناف جديدة أو تركيب صنف على صنف أو كيفية الإنتاج منها بمستويات أفضل فهذا المقصود فيه علم الطيور اللي هو تعرف كيف تتعامل مع الطير من ناحية صحية ومن ناحية الجينات وليس من ناحية طعمي وشربه ويلا امشي لهواية الطيور اللي هي طعمي وشربه وخليه ينتجه إلى آخره فصار إشي اسمه الجمعية الفلسطينية للطيور عشان تعرف الناس اللي ما كان عندهم أدنى فكرة عن كيفية الإنتاج من الطيور عملوا جمعية الفلسطينية للطيور كان طبعا بدايتها في الـ 2009 بلشت يعني بتمن أشخاص واليوم ما شاء الله 500 شخص ما شاء الله الحمد لله دعسين فيه اهتمام يعني طبعا وفيه إقبال برضو إقبال من جميع طياف المجتمع ومن جميع المحافظات والحمد لله يعني مؤيد لما منحكي عن الطبيعة الفلسطينية وحتى عن الطيور الفلسطينية منحكي عن تنوع ومنحكي عن كمان طيور مميزة بتشتهر فيها فلسطين معرف كمان طائر عصور الشمس الفلسطيني المميز في بلدنا لكن أنت بدأت في هذا الموضوع بمبلغ بسيط تقريبا مئة شكل يعني كان أول عصفور نشاريته ووصلت لأربعين ألف شكل يعني قيمة الطيور اللي أنت بتعتني فيها هذا التقرير كبل سنتين كانوا أربعين اليوم أنا أكثر صار الحمد لله رب العالمين هي أسرار طيب من أين أنت بتشتغل في هذا المجال أو يعني تهتم بالطيور وبتعتني فيها شوف من وانا صغير يعني هاي الهواية تخلق مع البني آدم كنت أحب أحب يعني أربي جوا كفص واحد اثنين واحد اثنين ولكن صارت بكميات مثلا في الالفين واربع عطاش في الالفين واربع عطاش هي كانت أول إشي ببني يعني وكان إنه خلاص بدي أنتج عشان أكثر وأعمل إشي ضخم والحمد لله فاتحت تمام طيب خلينا نحكي عن الطيور في فلسطين نحكي أول إشي عن أنواع الطيور ومواسم تربيتها هس في طيور زينة وفي طيور برية فلسطينية الطيور البرية الفلسطينية إحنا كجمعية أو كأعضاء بنحارب صيدها وتربيتها داخل البيوت لأنها مهددة ومعرضة للانقراض وهي من ضمن الطبيعة الفلسطينية يعني فليش أنت تيجي تحطها في كفاص إحنا اللي منحطه في كفاص طيور مش موجودة في بلادنا أصلا بلدها الأصل يعني أوروبا وإفريقيا وإستراليا ببغوات وطيور الكناري والفينجز تمام يعني شغلات مش ربيانة في بلادنا فإحنا هاي هي تللي من ربيها داخل أقوى أو من كاثرها كمان مية في المية يعني مش موطنها الأصل حتى لو طلعت في الجو عندنا بتموت لأنه لا بيئتها ولا طعامها موجود هون نعم أما للطيور الوطنية الفلسطينية فإحنا منحارب صيدها ولكن منعرف الناس على أنواعها من ضمنها طائر الشمس الفلسطيني اللي هو صار لوجو الطائر الوطني طبعا طبعا لتوريد البضايع خارج فلسطين في عندنا طائر الحسون الفلسطيني مهدد بالإنكراد في عندنا طائر الحجل أو الشنار يعني والقاعمة تطول هاي الشغلات إحنا نمنع صيدها تمام والحسون صوته جميل أيضا كمان صح؟ صحيح مالك الطيور الحسون بمصطلح المربيين لأنه صوته جميل جدا صحيح مؤيد بدي أسألك يعني لما منحكي عن عدد كبير من الطيور منحكي عن تكلفة ووقت وجهد أيضا الاعتناء فيها وهي كمشروع كمشروع صغير يعني بالنسبة لك كيف يعني بتوفر كل هاي التفاصيل خاصة في ظل أنك أنت بتشتغل دوام تاني خلال النهار؟ صحيح يعني مبدئيا بصحة كبل دوام بساعتين عشان أقدر أطعم الفراخ في الوقت الإنتاج والموسم خلينا نحكي عن الإنتاج والموسم هسا الطيور بطبيعتها بتتريح ست شهور وبتبيض وبتفرخ ست شهور الست شهور اللي بتقعد فيهم اللي هما ببلشوا من شهر ستة لنهاية تقريبا شهر اتناعش ببلشوا في شهر واحد اللي احنا فيه بيضلوا لشهر ستة يعني ما بينه بينه رعاية واهتمام أكثر إذن بالضبط فبندك تعرف أمتى تصير تندج وتطلع منهم لأنه بدك تمشي مع الطبيعة أمتى طيور الطبيعة بتبلش وأمتى بتوكل نفس الإشي احنا بنعمل فعند الأيام هاي احنا هاي أنا رافع أعلى درجات التعب والتعب يعني بعد دوامي برضو بخلص دوامي على الساعة خمسة بظلني من الستة للساعة عشرة في الليل وانا أشيك عليهم برضو في النهاية هذا التعب ما بروحش هدر تماما في حدا بيساعدك ولا بيساعد والله في عندي مزرعتين اللي في البيت مرتي بتساعدني يعني تغيير مي بتحط لهم أكل إلى آخر المزرعة الثانية اللي هي الببغوات هاي لحالي يعني ممتاز يعني زوجتك كمان صارت تحب هاي الهواي اللي عندك صارت تحبها كمان أولها كانت معارضة نوعا ما وبعدها يعني اللي بدها تحب زوجها بتحب هوايته برضا فكان نوع من الإرضاء اللي يعني فيش عندها مشكلة تعمل أي شيء بس برضو كلفت لمبالي من وجه لها تحية كمان من وجه لها تحية عشان تشجيع كمان طيب مؤيد إحنا بعد شهر ونص تقريبا بصير عنا موسم الربيع ونعرف في العديد من الطيور المهاجرة اللي بتكون واصلة فلسطين خلينا نحكي كمان عن أنواع هذه الطيور المهاجرة اللي بتوصل فلسطين وكيف كمان لازم نتعامل معها يعني مبدئيا أول إشي لا أفضل ولا أرجح أنه أي أحد يصيد الطيور المهاجرة لأنه في طيور مهاجرة ممكن تيجي على البلد عندنا تحس في الأمان وتحس أنه في تغذية لها وتستقر زي طائر المينة الهندي إذا تعرفوه يعني برضو دمر الطبيعة الفلسطينية لو أنه ما جاش أحسن ليش دمرها؟ يعني فيه عندنا احنا مشهور عصفور الدواري هذا أجا قضى عليه أخذ أماكن السكن تبعته والأكل تبعه فصار عندنا في الطبيعة إشي جديد اسمه طائر المينة الهندي اللي هو لونه أسود وبيقلد عدة أصوات حتى بإمكانة تغليد أصوات البشر فهذا الإشي أجا عن طريق اليهود الهنود يعني كابل خمس سنين وانتشر في فلسطين بشكل مش طبيعي نعم طيب مؤيد بالنسبة للإنجازات للجمعية على المستوى العالمي كمان خاصة أنه فيه إقبال على الجمعية فيه كثير من الأعضاء كمان اللي اشتركوا وانضموا للجمعية وهاي النشاطات لم تقتصر محليا وإنما كمان كان لكم تواجد عالمي صحيح الحمد لله تم تسجيل الجمعية الفلسطينية في الاتحاد العالمي لعلم الطيور إحنا كنا كرابع دولة عربية بتسجل في هذا الاتحاد مبارح تم التصويت على اختيار رئيس جديد للكوم أو الاتحاد العالمي لعلم الطيور وكان من ضمن المصوطين دولة فلسطين يعني أول مرة بتصير في تاريخ الجمعيات الفلسطينية إن حدا أن الجمعيات يختار رئيس منظمة دولية والحمد لله كان فيه إلنا مندوب بحب أوجه للشكر السيدة هابة بميالة على تمثيل فلسطين في المحافل الدولية يعني إحنا مؤيد بنحب نشكرك وأكيد هذه ما هو بتستحق الدعم والتشجيع وأكيد لكم لجميع الأعضاء في الجمعية الفلسطينية لعلم الطيور ودائما بنحب نشوفكم في المقدمة شكرا لك شكرا لكم شكرا لك بالتوفيق الله يخليكم يا رب مشاهديننا إحنا مشوارنا صباحي مكمل معكم خلينا نتوقف لنشوف هذه الإحصائية عن واقع العمال الفلسطينيين خلال عام 2018 وبعدها رح يكون لنا حديث أيضا في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا إذن أرقام وإحصاءات متعلقة بواقع العمال خلال العام الماضي الحقيقة هناك أرقام تتعلق بضياع الحقوق للأسف والإهمال وكان هناك جهود حثيثة خلال السنوات الماضية أيضا من أجل رفع الحد الأدنى من الأجور الذي للأسف لا يتناسب مع الاضطراض المستمر للغلاء المعيشي بكل تأكيد ولكن نأمل كما يأمل العمال الفلسطينيين في عام 2019 أن يكون هو عام التطبيق طبعا أولا الالتزام بالحد الأدنى من الأجور هذا من جهة الجهة الثانية رفع الحد الأدنى من الأجور بكل تأكيد لإنصاف العامل الفلسطيني بلا شك نتحدث بتفاصيل أوفى عن واقع العمال وكل الجهود من أجل إحقاق حقوقهم مع سيد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطيني سعد صباحك يسعد صباحكم صباح الخير صباح الخير لعمالنا وعملاتنا أينما كانوا نعم ويعني أبدأ هذا الحوار من طبعا آخر تصريح لكم وهو بأن عام 2019 سيكون عام رفع الحد الأدنى من الأجور وكذلك إلزام كل الجهات المشغلة بالالتزام بهذا طبعا الحد الأدنى من الأجور يسعد صباحكم مرة أخرى طبعا للأسف الكبير جدا أنه الحد الأدنى من الأجور أقر في نهاية عام 2012 وبدأ تطبيقه في بداية عام 2013 والرقم الذي أقر للحد الأدنى من الأجور لا يتناسب ومستوى المعيشة بهذاك الوقت منذ عام 2013 حتى عام 2019 كان هناك متغيرات كثيرة جدا على المعيشة وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام وإذا بدنا ننظر للمستوى المعيشة ومستوى خط الفقر وطني الذي تتحدث عنه دائرة الإحصاء المركزي هذا لا يتناسب على الإطلاق مع الدخل ولا يتناسب مع رقم أو مبلغ الحد الأدنى للأجور اللي هو 1450 شكل كل تأكيد 1450 شكل بصراحة اليوم عائلة من خمس أفراد إذا كان بدك تنظر لـ 1450 شكل إذا تطعميهم فلافل مش في رام الله رام الله تعرف يعني سعره غير إذا تطعميهم في منطقة الشمال أو المناطق الأكثر فقرا يهدوب 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 يهدوبهم فلافل يهدوب ثلاث وجبات فلافل